صباح خير يا جماعة. انا نايل الشفعي بحييكم النهاردة 21 سبتمبر 2023. بتكلم معاكو عن الانتخابات الرئاسية المصرية. مبارح طلع قاضي من مفاوضية الانتخابات المصرية. واعلن انه جدول الانتخابات الرئاسية. جدول بينص على انه الانتخابات هتكون يوم 10 ديسمبر داخل مصر. والدوائر في الخارج هتكون التصويت في الخارج هيكون قبلها يوم 1 ديسمبر. فضل الجدول موجود اونلاين على كل الصحف المصرية لمدة لبضع ساعات 3 او 4 ساعات وان بعد كده اختفى. واعلنوا بعد كده انهم هيعيدوا نشروا يوم الاثنين القادم. مهم احنا كده عرفنا ان التاريخ تقريبا هيكون 10 ديسمبر هذا العام يعني بعد اسابيع قليلة فاحنا لازم نتحرك بسرعة. هناك مشاكل رئيسية بتواجه البلد اهمها ان هناك تعتيم كامل حول التزامات مصر تجاه الديون. مصر عليها ديون قد ايه؟ محدش يعرف الكلام ده كله غير شخص واحد فقط لا غير. مفيش حد تاني لا وزير المالية ولا رئيس الوزراء ولا المنخبرات ولا اي حد. مصر ايه التزاماتها في الحدود مع الدول الاخرى؟ هل هناك اتفاقيات مع الدول الاخرى احنا ما نعرفش بيها؟ ايه وضع المياه، مية النيل، المياه البحرية، الحدود البحرية، حقول الغاز كلها دي. قد ايه الاتفاقيات اللي بتتم الغامضة مع استيراد الغاز من اسرائيل ولا تصديره ولا كل الكلام ده كله احنا ما نعرفش ايه تفاصيله. قد ايه فيه قد ايه معتقلين موجودين في مصر؟ ده محدش يعرف الرقم ده خلص على اطلاق. الجيش دوره ايه في المؤسسة الاقتصادية للجيش بتاخد قد ايه من الاقتصاد الدولة؟ ده كل حاجات دي كلها معلومات اساسية لازم نعرفها. لازم يتم المكشفة بيها ومحتاجين خطة تبين للتعامل معها. فلذلك احنا بنتكلم هنا عند عايزين طلبين اساسيين. نمرة واحد عايزين مراقبة اممية للانتخابات من مفوضية المراقبة الانتخابات في الامم المتحدة. مصر دولة عضو في الامم المتحدة وهناك مفوضية مخصوص لهذا الشأن موجودة في الامم المتحدة. يجب ان تتقدم مصر بطلب الى هذه المفوضية للمراقبة هذه الانتخابات. ده واحد. نمرة اثنين ان لازم يكون هناك مناظرات موجودة بين المرشحين الجدين. اللهم على الاقل الرئيس السيسي لو هو لسه مازال مصر على انه يبقى مرشح. والاستاذ احمد طنطاوي. فاحنا عايزين على الاقل مناظرتين واحدة للشأن الداخلي واحدة للشأن الخارجي. نتكلم على ايه المشاكل اللي موجودة للبلد. احنا طبعا عدد كبيرة بتأيد طنطاوي. وعايزين العدد اكبر كمان يزداد تأييده. فخلينا نتابع هذا الامر يوميا. المرشح احمد طنطاوي تقدم عدة مرات. بقالوا عدة شهور كل شهر بيتقدم بطلب الى مفوضية الانتخابات المصرية. بيطالبها بانها تتقدم هي بدورها بطلب الى مراقبة الانتخابات في الامم المتحدة لمراقبة الانتخابات عندنا. تقدم على الاقل عدة شهور. وهنا هتشوفوا جنبي هنا هتلاقوا صورة لاخر طلب تقدم به احمد طنطاوي. يوم سبعة اغسطس. والى الان لم يتسلم اي رد من الدولة المصرية. بالرغم مع انه ممهورة كل واحدة منهم بتوقيع شخص في المفوضية. يفيد استلام هذا الطلب منه. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. وانا حابب اسمع منكو يا جماعة. انتو اقترحوا علينا ان نقترح على ان نفكر مع بعض. لو لم يتم طلبين دول موافقة على هدين الطلبين. ماذا تقترحه يجب ان يكون رد الشعب على ذلك. قولولنا رأيكم. احنا عايزين نحفز الدولة انها تمشي في الطريق السليم. للوصول بالبلد الى بر الامان. فاحنا عايزين مثلا على منتصف نوفمبر لو ما حصلش ما شفناش انه في طلب للامم المتحدة لمرقبة الانتخابات. وانه ما اعلنوش عن جدول لمناظرات. نعمل ايه؟ هنتابع معاكو ان شاء الله يوميا. شكرا.